هذا وقد تقرر فتح معبر رفح البرية غدا لدخول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ويتم تجهيز أربعين شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها للقطاع عبر منفذ رفح البرية وذلك لليوم الثالث على التوالي وكانت الجهود المصرية قد نجحت في إدخال الدفعة الثانية من قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح في وقت سابق اليوم وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن الدفعة الثانية تضم 15 شاحنة تحتوي على كميات من الأدوية والمستلزامات الطبية والمساعدات الإنسانية والأغذية